اختارت مصر في عهد رئيس عبدالفتاح السيسي طريق الحفر في الصخرة عبر المشروعات القومية والتنموية العملاقة التي تقدم مصالح جال وأجال من المصريين نعم نظرة على النهضة العمرانية والمشاريع القومية والتنموية العبلاقة في مصر وذلك في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يستعرضها لنا هذا التقرير من القاهرة نتابع تشهد مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي العديد من الانجازات على مختلف الأصعيدة لإعادة مصاري الإصلاح الاقتصادي والبناء في كافة المجالات وفي المقدمة الصحة والتعليم والنقل والمواصلات ومشاريعها نهضة في المشاريع التنموية والطرق والجسور بتوجهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي ومتابعة منه أطلقت معها مشاريع قومية عملاقة في الزراعة واستصلاح الأراضي ومشاريع عدة منها مشروع المليون ونصف المليون فدان لإنتاج الغذاء والتصدير وغيرها إضافة إلى تنمية الري وتبطين الترع والمصارف المائية لترشيد مياه الري ومساعدة الفلاح المصرية تقريبا نصف الشعب المصري بتأثر بشكل مباشر أو غير مباشر بقطاع الزراعة فهلاقي المشروعات مشروعات لزيادة المساحة المنزرعة مشروعات لتعظيم إنتاجية الأراضي الأديمة مشروعات لإضافة القائم المضافة في المساحات المنزرعة هللاقي مشروع الدلتة الجديدة مشروع الريف المصر الجديد مشروع توشكا مشروع سيناء تعمير تنمية مناطق سيناء كل دي مشروعات تم تنفذها إجمالي المساحات بتاعتها ممكن تقرب من 5 مليون فدان جديدة بيتام العمل على استصلاحهم وتعميرهم بشكل كبير الحاجة التانية أنه عندنا مجموعة أراضي قديمة بنعمل على تطويرها ورفع كفائتها من خلال مشروعات تحسين الرأي مشروعات تطوير الترع والمصارف مشروعات توفير التقاوي استنباط تقاوي جديدة نظم زراعية جديدة الاهتمام بالبحث العلمي في قطاع الزراعة كمان مشروعات القامة المضافة اللي إعادة كبير جدا من المشروعات اللي بدأت الدولة تعمل على تنفذها في الفترة الأخيرة طفرة في مشاريع الإسكان المتميز ومنخفض التكاليف بما يناسب كل الشرائح ونقلة نوعية في القضاء على العشوائيات وبناء المدن الجديدة ونقل السكان إليها اكتشافات جديدة للبترول والغاز دخلت بها مصر مرحلة الاكتفاء الذاتي والتصدير الدولة المصرية نجحت خلال الفترة الماضية فهنا هي تعظم عمليات البحث والإسكشاف والتنمية بتوقيع أكتر من 100 اتفاقية جديدة دخلت على الإنتاج بتخصيص مشروعات جديدة بالتزامات جديدة برفعة من قدر الإنتاج الغاز اللي كان نزل إلى مدونة 3.6 مليار أدم غاز يوميا إلى ما يقترب اليوم من 7 مليار أدم مكعب غاز يوميا حصل تطوير كبير في معامل التكرير علشان خاطر نسد حاجة السوق المحلي من الإنتاج المحلي كل البنزينات دلوقتي إنتاج محلي مستعرف أنه في نهاية 23 يتم إحلال السولار بصفة كاملة من الإنتاج المحلي سواء اعتمادا على خام محلي أو خام مستورط لكن ما تستوردش منتج سولار نهائي هناك مشروعات كبيرة جدا لتوصيل الغاز للبيوت لإحلال البتجاز لأن البتجاز فطورة عالية جدا على الدولة تمثلت المشروعات القومية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالنظرة إلى المواطن المصري البسيطة فكان مشروع حياة كريمة ليخدم 54 مليون مواطن هدفه تنمية وتطوير القرية المصرية وحياة المواطن بما يعزز المردود الاقتصادية للجميع العائد طبعا من هذه المشروعات بيعود على المواطن في رفع بستوى جودة الحياة احنا شفنا مدن جديدة مدن زكية شفنا وسائل نقل يعني كل الحاجات دي بتمس حياة المواطن وبيحس فيها وبيحس بالفرق الاحداثة هذه المشروعات في حياة المواطن ذروة هذه المشروعات القومية العملاقة تمثلت في إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وما تشمله من أحياء سكانية وحي حكومي متميز ينتقل إليه نشاط الحكومة المصرية بالإضافة إلى المنطقة المركزية الاقتصادية بما يمثل نقلة نوعية في الحياة تعود بالفائدة على المواطن المصري والأجيال القادمة نهضة عمرانية كبيرة ومشاريع قومية عملاقة جرى تنفيذها وأخرى جاري تنفيذها في ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدخل مصر عهد الجمهورية الجديدة شكرا عبد الحميد لتلفزيون مملكة البحرين القاهرة